اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور محمد معيت وزير المالية وحضور السيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام 2020 وإجراءات الدولة لتلبية الاحتياجات المالية للقطاعات المختلفة في إطار التعامل مع تدعيات فيروس كورونا وقد وجه السيد رئيس في هذا الإطار بالاستمرار في المتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتدعيات الاقتصادية لفيروس كورونا وذلك بهدف ضمان استقرار السياسات المالية والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة وفي إطار استمرار جهود الدولة في مساندة قطاعي الصناعة والتصدير وجه السيد رئيس بالسداد النقدي لكافة المتأخرات والمستحقات المتراكمة الخاصة بالمصدرين لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات والبالغة حوالي 20 مليار جنيه وذلك ترسيخا لجهود الدولة في توفير سيولة إضافية لقطاعي الصناعة والتصدير ولأهمية هذين القطاعين للدولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر